أولا كحقوقي وكنائب رئيس جمعية حقوقية لا يمكننا أن نفرح لا يمكننا إلا أن نفرح ونسعد لنيل أي مواطن حريته سواء كان مشكل مؤقت أو كان مشكل دائم لأننا نؤمن بقرنة البراءة لكن فيما يتعلق بالتصريحات التي دلت بها المعني بالأمر من وجهات نظري كانت صادمة وكان فيها من الرعونة والخفة والطيش ما لا يمكن أن يكون لشخص يقول أنه جامعي وأنه مؤرخ كان عليه أن يتعاطى بنوع من الحكمة نحن آمن قرار قذائي صادر باسم جلالة المال قرار قادة حق كسلطة قذائية وكان من اللازم أن يكون تقييمه للقرار تقييمة إيجابيا وليس بتلك النظرة السوداوية والسلبية التي أبان عنها أولا باش نوضح المشاهدكم كرام بالمعني بالأمر لم يصرح ببراءته ولا بإذانته وهو ليس موضوع متابعة كما شرحتكم واحد واحد استدافة سابقة هو موضوع تحقيق بشأن وقائع ديالغاسي الأموال ومازال في مرحلة الشباه مازال موصلنا للشباه والتحقيق لم نصل بعد إلى مرحلة الإدانة أو مرحلة المحاكمة وهذا الإجراء الذي تخذ في حقه هو القادة التحقيق استبدال إجراءا سالي بالحرية والاعتقال الاحتياطي بإجراء مقيد الحرية لواحد تدابير المراقبة القضائية سحب جوى الصفر وإغلاق الحدود وبالتالي فالمعني بالأمر لا زال في مسترى التحقيق ومن السابق لأوانه الحديث عن إدانته أو أي أمر من هذا لأن الأصل أنه بارئ وصيبق بارئ لكن هجومه على المؤسسات يعني بجميع المؤسسات والقول بأن هناك بنية سرية للقضاءة والمحام والقضاءة والصحفيين والأمن إنما هو يعني من قبيل التجني ومن قبيل كذب ومن قبيل إلقاء باللوم على المؤسسات عوض أن يتحمل مسؤوليته بشجاعة أنا كنقوله دائما كنت كنقولها له كنقول له هده هجوم هذا حبا دالو أنك نشرت وسائل إثبات بارئتك مدام بارئي الأصل نشر للناس الحسابات نشر لهم العقود نشر لهم نشر لهم الكشف الحسابي ديال الحسابات ديالك وهذا المبالغ وشو حولتها فعلا حساباتك الشخصية أو حولتها أو حولتها كما جاء في المحضرة الشرطة القضائية حولتها حسابك الخاص ليس الحساب الجمعية يعني هكذا هو يعتقد أنه حقوقي في الوقت لذا الرجل هذا لم يقوم بأي عمل حقوقي يدافع عن واحد الشيء لمكونام أربع أو خمس يعني هذا يتسمى العمل حقوقي الرفاقي وش ما أمرك اسمعتين معطي منجيبي ودافع عن حقوق وحريات المواطنين انتي معايا وحتى تصريح ديالو تصريح ديالو غير نوع من نوع من تصابق الزمن يصابق الزمن لأن قرار قادة تحق يجب أن يعلن الجميع رقابل للمراجعة وقابل للإلغاء والتعديل في أي وقت رغم كالقادة تحق داعي يرضو للسجن دير قرار قرار دير إذاب السجن ويمكن المحكمة تقرر إذاب السجن ويحاول من اليوم عوضة أن يتعلم أدبية الحكمة والتعامل مع القضاء واحترام المؤسسات يشن هذا الهجوم حتى إذا تم مراجعة هذا القرار سيقول إن تصريحاتي كي يحاول يوجد بعض دلائع للقول بأنه مستهدف والعمر في أين يتجل السيداف واش سلطة أسمح لي واحد نقطة هل هذه البنية السرية اللي تكلمت عنها ويجب مجرد مخيال عندك واش يلي وضعت لك فلوس الحسابات لديلك الشخصية أي وضع أنت وضع في حسابات الجمعية إني كفى هراء والحمد لله المغرب را كي عرف تقدم كبير حق الإنسان را ماشي تصريحة ما عطيه منجيب أو الرياضي أو غير ذلك هي اللي غتبين المغرب را عندنا المغرب كله خمسة دميل فات وحق إنسان ماشي خمسة دميل فات وكلهم متابعين كي منهم مدان بيشكل بيشكل بجرائم يعني بت فيها القضاء وحقق فيها بجميع وسائل تحقيق المناسبة أنا تبليت نبقى في الأول يعني أنا كدفاع ضحايا بوعشرين سفزني ذك تصريح أنت فراحة بحريتك وتعبار بذك الهجوم على المؤسسة ذلك يخصك والمؤسسات تحتفظ بحقها في اتباع المساطر القانونية ونحن نستخلوا فيها نحن لدينا يعني تجاصر لا يكون بالاتهام يعني التجاصر سيكون باحترام المؤسسات وباحترام دولة حق القانون والمؤسسات را ما شي منجيبو لغيرو اللي غيقول المغرب أنا ما كعرفش ما عندوش عمل حقوقي أو المغرب يعيش تراجعات را الداخل والخارج وجمعيات يشهادون به التطور الحقي اللي كعرفو المغرب وممكنش واحد يعتبر نفسه إما بصيفته أو بجنسيته أنه محصن من المتابعة والتحقيق والمحاكمة والإدانة أو المرأة لا أبدا فيما يتعلق بالسؤال الأول كدفاع ضحايا بعشرين أستنكر بشدة وهات الصريح وحدوية كفي أن السيد لا علاقة لحق الإنسان أن تهاجم الضحايا خدمة لصديقك ورافيقك فهذا ليس من العمل حقي في شيء ما يمكنش عشر أو لحظاش ضحية هي كتبوه على واحد وتمنيت لو كان بو عشرين ولا ولا منجيب يسلك ما سلكه العالم المغرين من الذين افتخروا به لو سيسلاوي سيسلاوي قف خطأ يلتحرش بوحد المستخدامة فهات الصباح نشر إقرار والاعتراف سيد الأدي اللقل كان أخطأت وأعتذر لزوجتي وأبنائي وأسرتي ومحيط المياني والعلمي والاعتذار مش يامل كبار بالتالي هات الناس اللي عندهم النية أنه من صلحه ما أقاموا به ويعتذروا لا أخر يبشي يعتذر الضحايا ويصلح وكان دانرا ما كيش شي ضحية يشوف واحد الإنسان يعتذر ويطلب السماحة نرى لسنا نقول لست ضد أي شخص وأي شخص يتمتع بالحرية أو يتمتع بالفمالكي هذه اختصاص المؤسسات نحترمها ولكن يجيب أيضا احترام إرادة الضحايا الضحايا يعني أصيبوا يعني هناك جروح لم تندب البعد وهناك مآسي ومؤاناة نفسية لازلت مستمر إلى اليوم بتسريم حق الضحايا الاقتصاص القانوني ولكن يجيب شهر بالضحايا وتكذب إلى حكم قرار قضاء صادر باسم جلالة المالك هو نهائي ودبا الأرى في مرحلة النقد وتكذب يعني فهذا لا يستقيم وهذا من قبيل يعني الميوع الحقوقية وليس لعمل الحقي النبيل اللي كيهدف إلى الانتصار للضحايا الانتصار للحق المرأة وليس التجني على حق الدعاء والحقوق الإنسان ومعمر الحمر وعمل الحقوقي كيعتمد عنصر القرابة أو عنصر الصداقة لعمل الحقوقي أمل محايد وعمل رصين فيما يتعلق بالسؤال ديلكم التاني واش الجنسية ديال ديال المعطيم ونجيب ساهمت في منحي الصراحة المؤقت كما نقول لكم الصراحة المؤقت كي منحو القادي تباء لظروف الملف وليمكن كيعتمد حتى الحالة الصحية ديال المعني بالأمر وقال يتحق مستقل هو اللي قرر رمش النيابة العامة باش يفهموا الناس رمش النيابة العامة اللي قررت إيدي على المعطيم ونجيب السجن قادي تحقيق لأنه قرر قضائي وممكن يتراجع عليه ويقرر ربما ما نكي نشوف قادي تحقيق رائع الحالة الصحية وما يمكنش شيء قادي ولا شيء محكمة وما ترعيش حالة الصحية ولكن ممكن يترحوا واحد تساؤل البعض كي يقولك وديرها الجنسية لإضراب عن الطعام إلا كانت الجنسية لإضراب عن الطعام هو السبب وديرها فضيحة لايس بعدها فضيحة ولا أعتقد أن القضاء غير سلك الاتجاه هذا لأن القول بأن الجنسية ويخصنا فرغوا السجون قاعد من المغربة ولا من المغربة اللي عندهم الزواجية الجنسية أو الأجانب وهذا لا يستقيم رح نبدو تحق القانون المؤسسات إلا غرقوا لو دي الحالة الصحية رأينا عندنا عندنا شيوخ وعاجزة في السجون وعندنا اصمراض بأمراض معدية وسرطانية وباقي في السجون وبالتالي يجب إفراغ السجون من كل المرضى والعاجزين والنساء والحوامل واللي عندهم أولاد بالتالي فهذا لا يستقيم نحن مع مراعاة لا أعتقد أن القاضي أن القاضي له ضمير وأنه كان أخلاق يد عمل القضاء وكان قواعد قانون يحتكموا إليه كتخذ علاقة المستراجينية لا أعتقد أن أستبعيد أن تكون الجنسية ربما تكون حالة صحية ولكن مشي بسبب الإضراب يعني القاضي كلما آينا ولا ننسى أنا كنت قادر 18 سنة رمي كتجي كتجي العواشر كي يجي رمضان كي يجي العيد كي يجي العيد كبير عيد صغير كي يكون واحد نوع منها التآمل بواحد الرحمة نحن نجو بنا على الرحمة تيم آية القضاء ترى الأصل هو أنهم أبناء المجتمع ومن رحم خلقوا من رحم هذا المجتمع وكتأثر لمناسبات الدينية والوطنية في منح في منح الصلاح المؤقت بضمانات اللي رأى هو عنده ضمانات ما كان أعتقدش أن رجل مثل معطي مجيب يكونش عنده ضمانات الحضور يعني أولا رأى القاضي رأى سحبله جوى الصفر وسحبله ودر إغلاق الحدود وإياه إجراءات مش إنها أن تضمان حضوره لجميع جلسة التحقيق والتحقيق معه وأنا منشهد الجميع قضاء التحقيق لحتى النياب الأمة أنا شخصيا كان نعذر مجموعة هذه المتهانين نعطيكم مثال حقوق السدنة وفق نترا نعطيكم مثال المرأة الحديدية في أقادير نعطيكم مثال حقوق الكبير المديمي وهذه تلت الملفات يعني طلبنا الصراع عشرات المرات ولم يستجب لنا علاش بالضبط مع طيمن جيب رأى ما نعرضوش ولكي واش المديمي مشي حقوقي كبير الاستدلاوي مشي حقوق كبير هذه المرأة عندها 64 سنة سنة سنتموت في السيجن وتهي دارة إضراء مع الطعام علاش مع طوال الصراح مؤقذ تهي يتأين يكون هناك واحد توازن في تعاطي مع الملفات ورأى المواطنين عندنا وحدين رأى تهي مواطن ومن رعاية صاحب جلالهم حقوق انه يتمتع يعني يجب أن نضع منح الصراح المؤقت المعطي المنجي في إطار سياقه القانوني والقضائي وإلا كانت رحمة تكون رحمة الجميع باش ميكونش عندنا الزواجية في المعاملة وكي يلبي مكيالين شكرا لكم اشتركوا في القناة